الهجمات بالوكالة في العراق على القواعد الأمريكية تثير المخاوف يوما تلو الآخر من احتمالية تصعيد التوتر المؤدي لاندلاع تطورات نقليمية في المنطقة عمليات قد تنعكس سلبا وفق بعض القراءات لا سيما وأنها تتعاكس مع الموقف الرسمي منالك ربما في هذه الفترة الأخيرة علاقة نستطيع أن نقول هي ودية ما بين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة السيد السوداني لكن ربما استمرار هذه الهجمات والتعرضات على القواعد الأمريكية سواء في قاعدة عين الأسد أو قاعدة حرير في أربيل سيجر العراق إلى منزلة آخر استهداف تلك القواعد في البلاد والمتواجد وفقا للاتفاقية الأمنية يولد قلقا من نشوب أزمة نقليمية ويضع الحكومة في موقف حرج من منظر تحليلي لسيما في ظل التأكيد على التزام العراق بحماية البحثات والقواعد الأجنبية دخول الفصائل المسلحة في هذا الصراع ربما سيحرج السوداني وربما سينهي حكومة السوداني وبالتالي حكومة السودانية هي حكومة تابعة لقوى الإطار التنسيقي وإيران ربما هي المستفيدة الأول من هذه الحكومة فهي لا تريد أن يتم إسقاط هذه الحكومة تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من قبل تلك جماعات يسهموا في التساعين إيران الحرب وإقحام العراق في دائرة صراع مكلف لا يرغب بالدخول فيها وفقا لتحالفاته الدولية وما أبرم من اتفاقيات أمنية وستراتيجية من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير التغيير